اللي اتحدثت على برنامج هو برنامج حكومة للمرحلة الانتقالية الحكومة عن برنامج للمرحلة الانتقالية كل عام تعمل ميزانية ممشكلة عامة عن برنامج الحكومة لا تعمل هي داخل حكومة أو الحكومة منتخبة بعد ثورة عندها انتقال ديمقراطي يتحدد برنامج لإنجاح المرحلة كاملة الحكومة وقتل إثناء بعد عام أنا قلت أني سعيد نستمع إلى هذا الحكوم يقول ضرورة أن يكون للحكومة هذه برنامج أنه فعلا الحكومة دخلت ببرنامج وميزانية الحكومة اللي سبقتها وقالت لنا الظروف استعجتها لتقديمها كما هي إلى الآن الحكومة هذه وحنا قلنا روها هذه قد لا يساعد الحكومة على أن تؤدي دورها وأن تلبي انتظارات التوينس اللي هي كبيرة التوينس عملوا ثورة وانتظاراتهم كبيرة وقال الحكومة كان بالمقابل ضعيف ورافقته إخفاقات عديدة النقطة الثانية نفعل معك الدستور ممكن نتوافق عليه دون ضرورة نكون فينا فرد حكومة نتوافق عليه نتوافق على القيام والمبادئ والأحكام وتنظيم السلطات داخل هذا الدستور دون تكون الحاجة إلى حكومة لكن اليوم الحديث على ضرورة تعديل الحكومة أو تغيير الحكومة هو إجماع وطني ولا بين الترويكا والمعارضة كل واحد ينظر لها من زاوية لكن هذا الدليل على أنه إقرار بإخفاق هنا درجة التقدير متاعنا للإخفاق هل ترى النسبة متاعه تختلف من طرف إلى آخر من خلال موقف في الحكومة ولا خارج الحكومة لكن هناك إخفاق وهناك ضرورة لتغيير وتغيير النظرة لإدارة المرحلة الانتقالية هذا كلا أحنا فهمنا من الأول خطاب رئيس الجمهورية هو التبني لمطالب المعارضة عادة حرفيا كلمة كلمة ما قلناها أحنا في الحزب الجمهوري في ندوة صحفية عملناها في موفمي ومقلته جبهة شعبية وطالبت بتكوين حكومة كفاءات وطنية ونحن نتفق معهم في ذلك اليوم تونس ليست في حاجة إلى حكومة ضخمة العدد نحبها حكومة عندها برنامج عندها أولويات قادرة على التدخل السريع وبكفاءات وطنية تكون قادرة لتحقيق مطالب حارقة للتوانسا تونسا ينتظروا في حاجة اليوم يعني الجهيات الداخلية تنتظروا من حقها على حكومتها تحقلها مطالبها الانتقال الديمقراطي متعثر ولابد أن تكون هناك حكومة قادرة على الدفع بهالانتقال الديمقراطي وتلقى السند له من الأحزاب السياسية دون أن تكون بالضرورة مشاركة في الحكومة أو دون أن تكون هذه الحكومة بالضرورة حكومة محاصة حزبية العقلية إدارة المرحلة الانتقالية نحن في اتقادنا لابد أن تتغير حكومة ترويكا وطولي بعد ربعية والأخوماسية لن يتغير في الوضع شيء في تونس إذا كنا نبحثه على إرضاء المعارضة أو تشريك المعارضة توسيع قاعدة الحكم ليس الحل يوم في تونس الحل هو يجد برنامج يكون فيه بعد حوار وطني بعد توافق وطني على خريط طريق وحوار وطني إذا كان فم إمكانية تلتقي مختلف في الأطراف على برنامج على أولويات تتكلف حكومة كفاءات وطنية بتنفيذه تحت مراقبة الأطراف السياسية